ازايكو عاملين ايه كله تمام انا اشجعكو برضو تتفرجوا على رسالة الامام هقولك ليه شوف انا اظن انه انا من المؤمنين طول الوقت مش ظن هو يقين عندي انا من المؤمنين طول الوقت بانه الدراما والسينما دورهم مهم جدا 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 في خلق الوعي او في تكوين الوعي وتكوين الوجدان ليه كنت منصح زميلات انهم يتفرجوا على المسلسل مع ولادهم لانه مهمة اوي ان الولاد الصغيرين لما يجوا يتفرجوا على شيء ما وبالذات عندما يتعلق باراء فقهية لازم يتفرجوا على الصح بجد مش الصح من وجهة نظر جماعات متطرفة او متشددة او افكار رجعية الاخر طيب احنا طول الوقت مش احنا بس في مصر العالم الاسلامي طول الوقت عنده اكبر مرجعية هي مرجعية الازهر الشريف في رسالة الامام كل ما هو رأي فقهي ورد في هذا المسلسل رجع من الازهر الشريف وعلماءه بمنتهى الدقة ده مهمة اوي عشان تبعارف كده يعني انا انا بجد مش هزار يعني انا انا بخلي ولادي يتفرجوا على ده ده بامانة شديدة مش هزار يعني بدعوا دايما اي حد من اصدقائي وزملائي انهم يتفرجوا على المسلسل ده شوف مسلسلات رمضان السنة دي حلوة مفيش خلاف انا في رأيي اهمها رسالة الامام ليه؟ ده تكوين الوجدان وبناء الوعي احنا في الجيل بتاعي عندي تمانية واربعين سنة احنا الجيل بتاعي ده شهد تقلبات فكرية مخيفة لان ده الجيل اللي تولد في السبعينات وشاف قدامه التقلبات الفكرية ما بين منتهى الرجعية في احوال وكان قدامها الناحية التانية تقلبات فكرية تانية في منتهى التقدمية اكثر مما يجب انا امين معك جدا الطرفين كانوا متطرفين شوف هاته الجملة جات ازاي؟ الطرفين اللي تبنوا افكار اعتقدوا انها من الاسلام والدين الحنيف تطرفوا وتشددوا الى ابعد الحدود ده جانب او بعضهم يعني وجانب اخر من التقدميين جدا او المتحررين فكريا جدا اعتنقوا وتبنوا مجموعة من الافكار ايضا في شديدة التطرف في تحررها ده حالة غير لايقة بالمناسبة على اي مجتمع اي مجتمع سليم ما ينفعش لا تحرر اكثر مما يجب ولا تشدد اكثر مما يجب فكلاهما متطرف فاحنا الجيل بتاعنا ده تعب جدا علشان يقدر يخلق بالورة لافكاره واحنا بنكبر كان الدفع والزق والحشر ناحية الافكار المتشددة والرجعية مهول وما كناش بنلاقي اللي يحمينا من ده على مستوى الصورة كانت بتتلاشى ويصبح في الحالة دي المجتمع مطروك ايه مطروك نهبا لافكار متشددة ورجعية وحاجة موسيقى خالص لما اجي لقي النهاردة ان انا عندي عودة بقوة للانتاج المصري على الصعيد الدرامي وبالمناسبة مسلسل واحد بمية برنامج يعني مسلسل واحد تلاتين حلقة اقوى من مية برنامج بيشتغلوا كل يوم يا سيدي عشر برامج عشرين برنامج حلو كده بلاش نقولك مية عشرين مسلسل اقوى لان المسلسل بيقدر يبلور الافكار في هذا القالب الدرامي فبيبقى سهل على العقل وعلى المجتمع انه يهضمها وياخدها ويفكر فيها ويبدأ في تبنيها طيب فاما بالك ان انا لما انا النهاردة بتكلم على الفقيه الامام الشافعي رضي الله عنه ويا رب يرضى عندنا جميع وهو احد اهم ائمة السنة ومفكريهم واحد الائمة الاربعة المتعارف والمتفق فالامام الشافعي لما نعمل عليه مسلسل وناخده جد هو ده المهم الحقيقة انه كل صناع العمل انتاج اخراج كتاب ممثلين مسئولين عن الملابس مسئولين عن التدقيق التاريخي وبعدين بقى الحاجة المهمة خالص التدقيق الفقهي الكل خد هذا المسلسل بمنتهى الجدية فلازم هنا يبقى فعلا ترفع القبعة لكل هؤلاء الصندعاء كويس طيب ف هروح لك تاني اتفرج فرجة عائلية على هذا المسلسل وانت من جواك عارف وواسق مدقق من الازهر الشريف فما فيش فيه اي لخبطة ولا اي عك تعال اخذك بقى على النهاردة فحاجة مهمة اوي اوي وعجبتني بالمناسبة جدا جملة مهمة وجه بيها الرئيس النهاردة في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس وجه باطلاق مبادرة بالتعاون مع من مع الجامعات الدولية الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة طيب هذه المبادرة ايه؟ هي رعاية عدد من المتفوقين من ولادنا اللي في الصعيد علشان يدرسوا في هذه الجامعات الدولية والعالمية هنا بقى هذا التوجيه بيجي ازاي؟ بيجي في شكل متصق شديد التلاحم مع سياسة الدولة المتعلقة بإتاحة المجال لكل المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية بصرف النظر عن الشرائح الاجتماعية للاستفادة من الفرص في أفضلها والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية فما بالك بخدمة تعليم جامعي دولي عالمي متميز يحصل عليها ولدنا المتفوقين المستحقين من أبناء الصعيد ده بيعكس ايه؟ بيعكس اه؟ اهتمام الدولة بالتعليم بشكل عام التعليم الجامعي بشكل خاص توفير فرص قدر الإمكان لأهلين من أي مكان من أماكن مصر العظيمة في السبعة وعشرين محافظة عدم تركيز الفرص عند مثلا القاهرة أو اسكندرية أو وجه بحري بيعتبروا الأقرب إلى القاهرة لأ لازم الصعيد يكله جانب المتفوق الذي يستحق يحصل على فرصة عادلة في أنه يتعلم فأرقوا أدخن جامعات في مصر اللي هي بالأساس جامعات معمولة بقى بمبادرات تعاون مع جامعات دولية أو فروع لجامعات أجنبية وأوروبية موجودة عندنا هنا في العاصمة الإدراك الجديد ده اللي بيعكس لك إزاي الفكرة تتحول إلى خطوات عملية على الأرض طيب تعال نروح على توجهات أيضا رئاسية ينفذها الدكتور محمد معيط وزير المالية إيه اللي حصل بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة 13 إبريل اللي جاي مليار ومية وخمسين مليون إجمال التكلفة آسف مية وخمسين مليار إجمال التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية 40 مليار هي تكلفة أول 13 شهر من إبريل لحد يوني احنا عارفين أنه زيادات بتبقى عادة في يوني طب احنا المرة دي أو آخر يوني يعني على مرتب يوليو لو واحد يوليو لكن المرة دي لأ دا احنا هنقبط في إبريل فعندي 13 شهر دول تكلفتهم لوحدهم 40 مليار الحد الأدنى لإجمال الزيادات المقررة للعاملين لن يقل لن يقل عن ألف جنيه شهريا كل ده زائد لو تفتكروا قبل رمضان الرئيس أيضا في اجتماعه وجه بإيه بيرفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى إيه صح 36 ألف بعد ما كان 26 وكده الرئيس قال لنا طبعا نخليه يبقى 30 لا كمل تاني ويبقى 36 10 ألف جنيه زيادة تقريبا في هذا المقر اللي عايز أقوله لك إنه هي دولة واحد تحافظ قدر الإمكان على استقرارك الاجتماعي والاقتصادي هي دولة تحاول قدر الإمكان أن تعطي دائما فرصة عادلة في التعلم والتعليم في أفضل مستوى جامعي ممكن دخل هذه البلاد وأيضا طبعا ده غير بعثات بقى الماجستير والدكتورو وما إلى ذلك خارج البلاد هي دولة حريصة جدا على إنها تديلك أكبر قدر ممكن من التكوين الفكري والوجداني وترفع معدل وعيك بما يتفق مع الشريعة الحقيقية والأفكار السليمة الوسطية بتاعة الإسلام عن طريق الأزهر دي مصر يا سيد كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم وفاصل ونكمل الكلام أمل الناس كبير فيك يا مولانا الوالي وإحنا بندعي إن ربنا يحمي البلاد ويحافظ عليها مولانا نطلب انضم إلينا في شأن مهم من أيها السري أخشى أن يكون أملك ما هو أعمل مدعي ما هو ربك متأسف جدا أيها السادة وأعيدكم إن شاء الله بالنظر في كل ما تحدثنا عنه ما الخبر قد بلغوا آبارة موسى وأنت هنا يا سيدي تقضي في شؤون الإمارة لما هذه العجلة أتعتقد بأن الخليفة المأمونة يطلب رأسي؟ لا تقول الأخبار إنه أمرهم بعزلك والنظر بأمرك لكني لست مطمئنا لما قد يلفقونه لك فلقد أرسل الوالي أكثر أبنائه تهورا أتساندني أيها السري إذا مشار على عباس وابنه بالظلم والبغي؟ سأساند الحق وما يصلني من أوامر أمير المؤمنين فأنا جندي من جنود الخلافة حسنا أيها السري أيونهم تكادوا تصلوا إلى الفستات حلو المشهد ده طيب زي ما كنت بقول إنه الحقيقة المسلسل الفريق العمل كله فريق حلو يعني فريق قوي ووضح إنه هو كل واحد فيهم مش بقى قاري دوره المسألة أبعد من كده يعني أنا أراهن إنه وليد فواز على سبيل المثال زي ما شفناه في المشهد هنا مفترض إنه هو بيقوم بدور المطالب ابن عبد الله الخزاعي وده كان ولي مصر مرتين يعني وليا وعزلة وعادة وحاجات زي كده وكان جزء من أطراف صراع ما بين الأمين والمأمون في وقت العصر العباسي الأول لكن ده معناه إنه أو لنا أشوفه من الأداء الممثلين مش أروا أدوارهم وخلاص هم أروا التاريخ كويس أظن ذلك معنا على التليفون الفنان الرائع وليد فواز إزاك يا وليد؟ إزاك يا ريس إزاك يا سيد يوسف عامل إيه أستاذ وليد ولا أستاذ ولا حاجة أنا ماليش في الألقاب وما أظنش فرق السن الكبير يعني أربع خمس ست سنين كده ولا حاجة أنا بنتازل فورتراس الأول عشان أجابك خارة مبروك على المقدمة بشكل جديد الله يحبك وبجد يعني أنا بشكرك على المقدمة الحلوة وأنا انتبع من قبل حتى المشهد يعني المقدمة بتاعتك في البرنامج يعني البرنامج فعلا برواقع يا بغت يا سيد يا ربنا خليك يا ربنا خليك يا وليد أولا أنا أهنيك طول الوقت على أدوارك اللي أنا بشوفها طول الوقت بتقوم بأي دور في منتهى 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 الاقتضار والتميز وأنا ممكن أعود أحكي لك أدوار بعينها أحكي لك المشهد بالتفصيل لأن أنا فعلا معجب بك إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود يعني فعايز أرجع هنا على رسالة الإمامة بالتحديد أنا قلت على ما يبدو أنه وليد فواز بالتأكيد مش أرى دوره وأتقنه وخلاص وليد أرى المرحلة والحقبة التاريخية دي كويس وأرى عن المطالب ابن عبد الله الخزاعي ده كويس صحيح الكلام ده ولا أنا إيه؟ لا صحيح يا سيد يوسف طبعاً يعني أنت بتقول يعني طبعاً كل حاجة مصبوطة لا لا العفو وبضيف على ده كمان أنه يعني صباح العمل إحنا في النهاية إحنا كمماثرين إحنا بترس جوه الجوه الألة الكبيرة اللي هو البروجيكت المشوعة يعني لكن طبعاً أنا عايز أقول برضو أن فيه ناس ليهم فضل برضو كدير جداً بالصورة تطلع بالشكل دهو بالرسالة المهمة اللي إحنا عايزين نقدمها إنه هي طبعاً مستويات عدة لللغة إحنا عندنا فيه تلت يعني تلت مستويات لللهجة فيه اللغة العربية الفصحة وفيه نهلة أهل مصر اللي هو الأقباط بتوع زمان ولكن طبعاً فكرة يتعصر فكرة أن يكون فيه مؤثر عنده البراءة والقدر هو يتكلم باللغة الكبتية المعقدة فإحنا حطينا فكرة أنه يكون اللهجة العامية كلغة أهل مصر طبعاً فيه معانا دراسات كديرة جداً جداً من علماء من الأذر الشريف الحلقات بتمر بفلاتر كتيرة جداً عشان تطلع في النهاية الكونتنت محترم ويحترم من المترقي وما يبقاش فيه أي فرصة لحد أنه يتلاعب بعقل المتفرد ده كلام محترم جداً طب أنا عايز هنا هسأل معاك على الأيتي أنت عارف لما الفنان بيقوم بأدوار في مراحل تاريخية بعيدة ساعات كتير يقع في فخ خصوصاً لما تبقى التمثيل أحياناً باللغة العربية الفصحة ويتطلب بعض الجمل الفخ ده بيبقى ما نطلق عليه بالعامية فخ الأفوار أنه الفنان يتحول إلى ممثل على خشبة المصرح سنة 1930 الحقيقة من الواضح أن أنت موقعتش في هذا الفخ لا أنت بالمناسبة ولا حد من المجموعة الرائعة اللي في هذا المسلسل بتقدروا تتخطوا ده إزاي وليد؟ خصوصاً أنه الجيل بتاعنا كل فرجته على مسلسلات قريبة من الأداء ده هو الأداء الدرامي بلغة عربية فصحة أداء عربية أداء قح بالزبط كده هو طبعاً يوسف أنا باعتبر نفسي أنا وزميلة محظوظين نحن اشتغلنا مع الأستاذ اللي يتحجه وده رجل يعني بيشتغل كده إيه بلغة المهنة بتاعتنا بالتكنيك السينمائي رجل السينمائي فعلاً هو كان زي ما تقول إيه زي المدير الفني كده اللي فريق كورة هو فريق كورة استعانوا بأفضل عناصر حقيقي يعني مش أنا الوحدي لا كل زميلة بلاستثناء كلهم على أعلى أعلى مستوى وكلهم يعني عندهم خبرة عالية جداً ولكن الوسيز الليز كان يعني لا أختي عليك سراً يعني كان مثلاً إيه أحياناً ممكن هستعير من كلامك كده وممكن أنا شخصياً ممكن إيه ياخدني الجرس الموسيقي لللغة فتلاقيني مثلاً إيه مش أدور بس رح تسكت إيه إنه الكلام عجبني فبعد ردده في إيه بترديدة كده إيه شعرية شواني فكان الوسيز الليز يعني الله يبركك يعني كان هو اللي يقولينا لا خلي بالك حتى مش مزبوطة حتى مش ماشي مع السياق بتاع المشهد فهو بصراحة ليه فضل مجدير جداً كده بالإضافة إنه الأجواء العامة التنافس اللي بين التنافس الشريف بيني وبين زميلي يخلنا كلنا بنحاول نوصل إلى أفضل صورة ممكنة صورة التمثيلية يعني فالحمد الله يعني وتابع كمان إنت والمشاهدين هتلاقي حاجات أحلى وأحلى وأحلى لا أنا متأكد إن احنا هنلاقي حاجات أحلى من كده يعني مساسة العمال بيطلع بينا الأدام وكل مرة بيبقى أجمل فعلاً من الحلقات الأولى أنا بشكرك جداً 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 يا وليد ويهمني قوي ويشرفني إنك إنت اتنورنا مرة في البرنامج إذا وقتك سمح كل الشكر ليك وكل سنة وانت طيب فنانا ونجمنا وليد فواز في دور المطالب ابن عبد الله الخزاعي والياً على مصر في فترة ولاية الخليفة في فترة خلافة الخليفة المأمون في العصر العباسي الأول يمكن ده جزء من المرحلة التاريخية اللي بيمر بيها المسلسل مسلسل رسالة الإمام أنصحكم بدل المرة ألف اتفرجوا على رسالة الإمام وعجبني قوي إنه إحنا مش بس بنقدم في رسالة الإمام الرأي الفقه المعتمد والتأصيل التاريخي لا ده انت تعال بقى خش على المسلسل التاني حضرة العمدة لا يخفى على حد أبداً انحيازات إبراهيم عيسى الانحيازات ناحية مجتمع أكثر اعتدالاً مش هقولك أكثر تحروراً أكثر اعتدالاً أكثر وسطية مجتمع عاقل مجتمع فيه قيمة كبيرة للمرأة فيه قيمة كبيرة للبني آدم فيه قيمة كبيرة في حرية العقيدة والعبادة وما إلا ذلك يمكن دي أبرز انحيازات عيسى وده دايماً اللي تلاحظها في مقالات في كتب في روايات في سيناريوهات في البرامج طول الوقت خلينا نشوف جزء من مسلسل حضرة العمدة وهنرجع مع بعض للمجلس القومي للمرأة قال إيه تعليقاً على هذا المسلسل تعملوا يا مجرمين رعفين يا بيت الدكتورة صفية أنت بتعمل إيهان ببنع جريمة الجريمة أنك تدخلي علي بالهماجية دي وأنا بقدي عمل الوجب الشرعي أنت إزاي تدخلي علي قط الكشف مفيش احترام لخصصية المرضى مفيش احترام لتقم الطب اللي معايا بدخل قط الكشف بالطريقة دي لأن قط الكشف بيحصل فيها خارق للقانون ولما التوقم الطبية تدبح البنات وتهنهم تبقوا جزارين مش دكترة حالك حالك يا مرات الخواجة أنت فكرة نفتك في الأمم المتحدة دبحقاه وأهانة أهل اللي بتتكلمي عليهم أنا هنا بقدي خدمة لأهل البلد واللي بتسموه عندكم أهانة إحنا هنا بنعتبره مكرمة وكرامة لكل بيت سم أنا ما جبرتش حدة على حاجة هم اللي بيجوا بيطلبوا وبيتحيلوا علي كمان مش كده يا أمم سامحة؟ كده يا دكتورة أمم اللي يعني هنسيب البيت تمشي كده ماني لو ما طهرتهاش كان أعمامها وأبوها هيسلبوني يا حضرة العمضة يالله خد الغفر بتوعك وتلعي بره اللي بتعملي ده اسمه جريمة يا اسمه الدكتورة نعمات اللي بتعملي ده جريمة يا دكتورة نعمات وكلام المكرمة والكرمة ده تقولي في النيابة وبخصوص الأهالي اللي بيتحايلوا عليكي تبقي تقولي لهم الحتة دي في النقابة قبل ما يوقفوكي أنا مش أكلمك بدين ولا بقانون رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم بس أنا هعرف إزاي خلي تل شابورة كلها تعرف مصلحتهم ومصلحت بناتهم ترى ماذا تخبئ لنا تل شابورة زي ما كنت بقول لكم إن حيازات إبراهيم عيسى دايما واضحة والرجل طول الوقت الحقيقة لا بيخبي ولا يداري في هذا الموضوع على الإطلاق وبيتناول قضية مهمة يمكن إحنا ما كنا بنتكلم من برحمة أسوال عدل أديب قال هي أكتر من قضية جزء منها هي القضية بتاعة ختان البنات حضرة العمدة كنت بقول لكم إيه بقى آه المجلس الأعلى للمرأة قال إيه بقى آه للآتي مجلس فين آه المجلس القومي للمرأة يا سادة يثمنوا تناول مسلسل حضرة العمدة لقضية ختان الإناث وتحديدا علقوا على المشهد اللي إحنا شفناه دلوقتي وبطبيعة الحال لازم فعلا كان المجلس القومي للمرأة يعلق على هذا المسلسل ويعلق على أي عمل من شأنه واحد رفع أي معاناة عن المرأة اتنين يعلق على لقدر الله لو أنه هناك مشهد ما يتعلق بامتهان المرأة أو البنت المصرية بأي حل من الأحوال المجلس القومي المرأة بيقوم بدور مهم جدا لدعم السيدات والبنات المصريات هذا المسلسل يصلت ضوء شديد الأهمية على أكتر من قضية منها القضية اللي انتم شفتوها هي قضية الختان والقضية التانية متعلقة بمسألة تمكين المرأة في مصر هكذا هو الحال في تل شبورة نروح إحنا الفاصل ونرجع بعد الفاصل ونلتقي بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ينورنا بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكو ده بقى أول لقاء لينا في رمضان في حضرة مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زكي مولانا وكل سنة وحدك طيب ورمضان كريم كل عام والعالم بمسلمي وغير المسلمي في خير وسلام اللهم أمين يا رب العالمين مولانا مهمة أوي وإحنا في رمضان عاوزين نتكلم قدر الاستطاعة على أخلاق الصالحين وفضائلهم نعم تختار لنا مين النهاردة على مزاجك نبدأ بمين بسم الله الرحمن الرحيم ليست مجاملة لك ولكن من باب التوفيق الإلهي أنك أشرت إلى ما يعرض عن سيرة الإمام الراحل المجدد سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من واقع تخصصي كأستاذ للفقه المقارن بتحضرني مقولة نفس سيدنا الإمام الشافعي عن احترامه وتوقيره للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه سيدنا الإمام الشافعي أجمع المحققون من العلماء على أنه مجدد القرن الثاني مجدد القرن الثاني ده إجماع لأن الرسول الصلاة والسلام كما نعلم في الحديث أن الله تعالى يبعثه على رأس كل مئة عام من يجدد الأمة دينها هو نهل من علم الإمام مالك في المدينة المدينة وراء على ساكنها الصلاة والسلام وانتقل بعد ذلك إلى العراق فقابل محمد بن الحسن في علم المناظرة صاحب سيدنا أبي حنيفة ثم ذهب إلى اليمن وناصر آل البيت بدون تشيعه للكلام ده كما يقول المرجفون ثم في العراق كما نعلم لما أسس مذهبه القديم وجاء إلى مصر وسبحان الله مع هذا 17 مسألة فوجد أن الأعراف والعادات متغيرة فأسس مذهبه الجديد شرف به مسجد سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه وكان من إحدى مرجعياته الكبرى ستنا نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنه وأرضاه شرفت الديار المصرية بالإمام الشافعي ونحن بحاجة إلى هذا المنهج إيه منهج بقى الإمام الشافعي اللي يسألني فيه الأستاذ الإعلامي النائب الواعد يوسف إباهي الحسيني إنه جمع بين النقل والعقل هنا بقى المنهجية التي نحتاجها لم ينكفئ على ظواهر النصوص كبيئة مثلا سيدنا أحمد بن حنبل عليه رضوان الله ولم يزوب في العقلانية المجردة المطلقة كما فعل بعض أدباع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه نحن بنتخص حد طبع لا الأئمة الأربعة جمعوا بين الشريعة والحقيقة وبعبدك النعمان ثم بمالك بالشافعي قطب الوجود وأحمده الله ده جمع بين الشريعة والحقيقة لكن سيدنا الإمام الشفعي كما قلته جمع بين النقل والعقل فهذا الجمع أو هذا التفرد أو هذا الفهم هو الذي جعل الانتشار والزيوع ويعني تكاد تكون قارة أسيا مع دم مناطق بسيطة ومناطق في أفريقيا وكذا يعني الإمام الشفعي محل تقدير يعني مثلا تذهب إلى ماليزيا إلى أندونيسيا هتجد ملايين فكون أن يأتي أنا طبعا المسلسل إن ما عندي وقت للأسف أتبع أعمال فنية لكن كما تفضلت حينما نذكر أنفسنا والآخرين بسيار الصالحين لأن الله تعالى قال إجمالا عنهم في سورة الصفات وصفاهم بالمصطفين الأخيار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العب والجهد لهؤلاء قال يحمل من هذا العلم يعني العلم الإسلامي المجرد عن الجماعات والفرق والطرق والوغش اللي إحنا فيه الآن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين لما نجي ننظر بقى القصة حقيقية اللي إنت أشرت إليها شوف الإمام الشافع رضي الله عنه وأرضاه نحن بحاجة إلى مثل هذا الإمام المجدد لم ينكفئ على مسائل كانت في العراق فيه هناك يعني إحنا في شهر رمضان هتلاقي الاستوانة المشروخة هتيبتدي يسروا لك لا بد أن تخرج صداقة الفطر مش عارف إيه حبوب وأمحوا استوانة مشروعة كل سنة بتتكرر مع أن الأمر يننظر إلى مصلحة الفقير يا ناس وبعدين هم غير مؤهلين للفقه ولا مؤهلين للفاتوى لكن هي استوانة مشروعة لكن شوف الإمام الشافعي هضرب لك مثال بسيط لما جاء إلى مصر وبعدين خالط المصريين فلقي أحد المؤزنين يقول إيه وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله وبعدين وجد المصريين في التشاهد شوف حب وأدب المصريين غير فقه البداوة فبيقولوا إيه اللهم صلي على سيدنا محمد الله يفتع عليك فسألوا يا إمام ما رأيك في تسييد المصريين في التشاهد والأزان والإقامة للسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من بديع الأدب وأثبته فيه كتابه الأم خلي بالك بقى شوف الأدب لسه ولما حضر مع المصريين أول صلاة عيد فطر فسمع تكبرات المصريين ها اللي هي معروفة الله أكبر وكبير إلى آخر إلى أن وصلوا إلى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد فده ما كانش موجود في الصدر الأول قال والله هذا عظيم سناء على الله عز وجل الله أكبر وأقر الإمام الشافعي رضي الله عنهم المصريين على تكبرات العيد الاتجاهات الآن بتهجمها وبتنتقص لك دي بدع وكله بدعات ضلال وهل الإمام الشافعي بعلمه الواسع هيقر بدع ولكن أثبت ذلك في كتابه الأم بس دا كده دا مجتمع كله على بعضه مبدع مولانا قابئ من قديم ولذلك شوفه أقولك حاجة أوعد ظنه أن النبع السلام لما أوصى في شعب مصر أوصى من فراخ لا ولما كان يعرف أن خير أجناد الأرض طبعا هو يريد القيش والآن يلحق به الشرطة المدنية والعلماء وأراد الله أن ينصب منبر للإسلام في مصر اللي هو منبر الأظهر الشريف أكبر والأعلى نعم الجهة الأكبر والأعلى نعم قد تبالك يعني شوف ما شاء الله نحن طبعا لا نغمط حق العراق في أيام العباسيين طبعا مش مكتبين ولا نغمط حق السوريا في المسجد الأموي ولا نغمط حق المغرب ولا تونس في القرويين وكذا ولكن هو ربنا أراد أن يكون المنبر الوسطي الذي لا ينكفئ على مذهب وهو الأظهر الشريف لأنه سر بقاء الأظهر وتفرد الأظهر اللي هو التنوع المذهبي إذا كان ربنا أقر التنوع الديني إن الذين آمان والذين هادوا والنصارى والصابعين والمجوسة والذين أشراكوا أن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد فما بالك بالتنوع الفكري وده اللي ربنا قال عنه في الآية 83 سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الاستنباط دون انكفاء على مذهب محدد هو رسالة الأظهر رسالة الأظهر طبعاً زي ما قلتلك مدرسة الإمام الشافعي في مسجد سيدنا عمر بن الحاص أنا أقول فائدة أرجو أن يعني يتقبلها الناس والله العظيم أن مدرسة الأظهر الشريف كمؤسسة هي امتداد لمدرسة الإمام الشافعي في مسجد عمر بن الحاص إلى هذا الحد إلى الآن الجمع بين النقل والعقل الجمع ما بين النقل والعقل مع احترام المخالف ولذلك أنت تجد في الأظهر المذهب الحنفي المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبالي المذهب الظاهري حتى في علم الكلام أنت حر عايز يعني نشوف ما يقوله مثلاً في علم العقيدة وفي الكلام اللي هم عاملين به الصفات واليد والرجل والاستواء على العرش وكلامنا الرجل بيبين منهج الأظهر الشيخ البيجوري وقول وكل نص أوهمة تشبيهة أوله أو فوض ورم تنزيها غيرنا يقول لك لا متأولش خد بالظاهر يعني هتثبت لله صفة تلتبس على المخلوقين اللي هي اليد والرجل والصعود والنزول والاستواء على العرش لكن شوف بقى منهج الأظهر وكل نص أوهمة تشبيهة أوله أو فوض أنت مخيم عندنا مثلاً في علم النح مدرس البصريين والكوفئين والكساء والأخفش مدرس القراءة العشر هنا في الأظهر الشريف في القرآن الكريم حتى مناهج المحدسين في الأظهر الشريف مناهج المفسرين في الأظهر الشريف فحنا عندنا سر بقاء الأظهر هو التنوع الفكري وأنا أقول لك بمناسبة عرض العمل الفني الرائع الإمام الشفعي هو امتداد لمنهج الإمام الشفعي الجمع بين النخل والعق لم كفاء على التراث ولا زوابان في المعاصرة ولكن إعلاء المصلحة حدثت وأوجست فأفدت يا مولانا وأنا أبارك بهذا العمل الفني عن الإمام الشفعي وهل من مزيد يا ريك ده أنا كنت لسه بقول يا سلام بقى السنة الجاية نشوف الليث بن سعد رضي الله عنه الفقيه من محافظة القليوبية من قلق شندا وأول من سن موائد الرحمن وكان ينفق على الإمام المالك ومن عنده كالإمام الشفعي اسمه مواساة أهل العلم الله أكبر يا رب اللهم بلغنا رمضان اللي جاي بقى ونشوف مسلسل عن فضيلة الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه نورتنا مولانا وشرفتنا وأفدتنا جدا 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 بارك الله فيك كل الشكر وكل سنة وإنتوا طيبين ويمكن دي خلصت معنا حلقة النهاردة كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ التقل مقارن بجامعة الأزهر إن شاء الله لو كلنا العمر نجيلكوا بكرة بردو في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة